ما فهمنا ايضا من الخبر انه يكون الاجتماع بشكل دوري كل يوم خميس لتحديد هذه الاسعار ازاي هيتم الاختار بيها؟ يعني انا كمواطن احنا هنقلمها يا فندم اولا احنا هنقلمها للمواطنين يومي الخميس والجمعة لكل الالام ده من ادافة الى ان احنا بنفعل دور الخطوط السخينة بتاعة الوزارة للمواطن اللي يحب يستعلم وهي 19.5 نعم و 19.468 ربعمية تمانية وستين تسعتاشر ربعمية تمانية وستين نعم جزيل شكرا لحضرتك سيدة الواء محمد ابو شادي وزير التموين والتجارة الداخلية شكرا جزيلا ونذكر مرة اخرى بارقام الهواتف عند وجود اي شكاوى 19.805 وتسعتاشر ربعمية تمانية وستين خبرنا الاخير قبل ما نروح لمجاز الانباء قبل ما نتعرف على حوارنا الرئيسي في هذه الحلقة من برنامج من القايرة هو ان المانيا قررت رفع الحزرة على السفر الى مصر وتأمل ان تحزو فرنسا حزوها ده بالطبع تصريح وزير السياحة من امل مصر في هذا الامر حيث قال وزير السياحة هشام زعزوه اليوم ان المانيا قررت ضيع تعديل التحزيرات على السفر الى مصر وذلك بعد ساعات من زيارة اختتمها امس الى برلين جاء ذلك في تصريحات له اليوم على همش المعرض السياحي الدولي توبريزا المقام حاليا بالعاصمة الفرنسية لمشاركة مصر واعرب زعزو عن امله في ان تأتخذ السلطات الفرنسية نفس القرار قبل ان يختتم زيارته الى بريس بعد غد الجمعة مشيرا الى انه سيعقد لقاءات مع عدد من المسؤولين الفرنسيين وخاصة بالخارجية ومركز ادارة الازمة لبحث هذا الامر اشار وزير السياحة ايضا الى ان كل من بلجيكا وهولندا وسويسرا قامت بالفعل برفع التحذيرات على السفر عن مصر موضحا ان روسيا ايضا في طريقها لذلك وشدد على ان الوضع الحالي في مصر مستقر وهارئ بعد الاحداث المؤسفة التي شهدتها عدة مناطق مذكرا ان المقاصد السياحية في مصر ومن بينها الاقصر واسوان والبحر الاحمر وشرم الشيخ الاردقة لم يشملها حذر التجوال المطبق في بعض المحافظات الاخرى وهو ما يعكس ان وضعها الامني لم يكن يتطلب ذلك وبعد الفاصل هنكون مع حضراتكم مع حوارنا اليوم عن الحكم اللي صدر لأول مرة من محكمة القاهرة للامور المستعجلة والخاص بحذر انشطة جماعة الاخوان المسلمين قراءة في هذا القرار وأيضا عودة لتاريخ الجماعة والقرارات السابقة الخاصة بحذر انشطةها نكون مع حضراتكم بعد هذا الفاصل واللي هنتابع فيه منجز الامباء في موضوعنا وحوارنا الرئيس والوحيد في هذه الحلقة ومشاهدين الكرام حول مستقبل ردود الافعال في ضوء الحكم القضائي بحذر جماعة الاخوان مصحف وسيف دين ودولة جهاد وعبادة جميعها مفردات رافقت مسيرة ثلاثة اجيال من تاريخ جماعة الاخوان أو بالاحرى تنظيم الاخوان طيلة خمس وثمانين سنة منذ تأسيسها على يد حسن البنة في عام الف وتسمائة وثمانية وعشرين في مدينة الاسماعيلية في اعقاب سقوط الخلافة العثمانية قبل ذلك باربعة اعوام ما بين التأسيس ووقتنا الحاضر استطعت الجماعة بناء تنظيم تتراوح تقديرات عدد اعضائه بين مئة الف ونصف مليون في اقصى التقديرات شهد هذا التنظيم العديد من المحطات ما بين مدين وجازرة حتى وصلوا لسدة الحكم قبل ان تتيح بهم ثورة يونيو الا ان العنوان الابرز والمسيطر طوالة هذه السنوات ظل هو الحظ حكم محكمة القاهرة للامور المستعجلة بعبدين بحظر انشطة جماعة الاخوان المسلمين او اي مؤسسة متفرعة منها او تابعة لها تم تأسسها باموالهم والتحفظ على جميع اموالهم العقارية والسائلة والمنقولة اثار العديد من علامات الاستفهام عن مستقبل الجماعة وما بين حديث عن انتحار سياسي مكتمل المعالم من واقع ممارستهم على الارض او مراجعات وهو ما قد يتبنى البعض من اعضاء هذا التنظيم ويجب ان يود المزيد حول هذا الموضوع بيشرفنا في استوديو استاذ عمادي ديين حسين رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الشروع اهلا بحضراتك اهلا بك اهلا بك استاذ عمادي اهلا بك استاذ عمادي اهلا توصل مع حضرتك بعد ان اتبع تقرير حول هذا الحكم الذي صدره مؤخرة في حكم وصفه البعض بالتاريخي واعتبره آخرون بمثالة الضربة القاصمة لجماعة الإخوان المسلمين جاء حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة ليقضي بحظر أنشطة الجماعة وكل المؤسسات التابعة لها كما أمرت المحكمة بالتحفظ على جميع أموال الجماعة السائلة والمنقولة والعقارية على أن يتم تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء تتولى إدارة هذه الأموال لحين صدور أحكام قضائية مهائية تتعلق بالجماعة من يومي أكد مجلس الوزراء التزامه بتنفيذ حكم محكمة الأمور المستعجلة بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين في مصر وجماعة الإخوان المنبثقة عنه وكذلك جماعية الإخوان المسلمين كما أوضح المجلس أنه سيشرع في إجراءات التنفيذ فور تلقيه بصفة رسمية الصيغة التنفيذية لحكم المحكمة وتعد تلك المرة الأولى التي يصدر فيها حكم بقوة القانون يفرض على الجماعة حظرا فعليا منذ ميلادها عام 1928 كجماعية خيرية فقبل ذلك صدر بحق الجماعة قراران بحلها كان أولهما في عهد الملك فاروق وأصدره محمود فهم النقراش باشا رئيس الوزراء ووزير الداخلية آنذاك في ديسمبر عام 1948 وهو القرار الذي قامت على إثه الجماعة باغتياله في نفس الشهر وعادت بعدها الجماعة لترى النور مرة أخرى بعد ثورة يوليو عام 1952 غير أنها واجهت ثاني قرارات حلها من الرئيس الراحل جمال عبد الماصر عقب محاولة فاشلة من الإخوان لاغتياله في أكتوبر عام 1954 والمعروفة بحادثة منشية وبحسب خبراء قانونيين فإن حكم المحكمة هو حكم معجل بالنفاذ إلى أن يفصل القضاء في الاتهامات الجنائية المنسوبة للجماعة وهو لا يدين الجماعة بأي اتهامات لكنه إجراء وقتي يتوخى درء المخاطر المترتبة على ممارسة الجماعة وأعضائها لأنشطة قد تكون تخريبية وهدامة وتضر بالأمن القومي للبلاد وتحدث تكديرا للسنو العام أهلا بحضراتكم من جديد أستاذ عماد القرارين السابقين كانوا بحل جماعة الإسوان المسلمين الآن القرار بيصدر عن المحكمة حكم قضائي وبالحضر هنا الفرق ما بين الحضر والحل وهل الخطوة التالية للحضر هتكون الحل وبرضه بحكم قضائي ولا يعني بطبيعة الحال إذا تم حضر أنشطتها فده معناه أنها يقول لا في فرق دقيق بالفعل اللي صادر ما كانش فيه ده هذا اللي حصل بمحكمة القاهرة الأمور المستعجلة يوم الاثنين اللي فات هذا أول حكم قضائي بحصل جامعة الأخوة المسلمين منذ انشاء الجماعة الجماعة انشاء السنة الثمانية وعشرين اسماعليا انتقلت للقاهرة سنة اتنين وثلاثين أول عمل سياسي حقيقي بدأت سنة الثمانية وثلاثين تمارس عمل السياسة من قبل كده كان نشاط دعوي فقط للشخاص المبنى سنة الثمانية واربعين زيما التقرير تفضل ديسمبر ثمانية واربعين محمود فهم النقراشي أصدر قرار إداري بحل الجماعي ونفس الوضع أو قرار حاكم عسكري في سنة اكتبر اربعة وخمسين قرار إداري مجلس قد تستوي لازل القرار اللي هو فيه جدر كبير عليه اللي اخوان بيقوله احنا رحنا مجلس الدولة واطردنا وقالوا انه مش موجود وبيحاولوا لها أصيغة لكن لن يزبتوها عمليا على أرض الوقت وده كان تحديدا كمان كلال السنة اللي فاتت اللي كان موجود مين فيها في الحكم فاللي حصل باستعجيل القاء المشاهد يبقى عنده صورة بالفعل من اربعة وخمسين لحد سنة الفين واثناشر لم يكن هناك وجود قانوني حقيقة لجامعة الخمسين انا بقى تكلم جامعة الاخوان لها وجود سياسي حقيقة على الله احبابنا ذلك مكرهنا فهم موجودين على أرض الوقت في ديسمبر الفين واثناشر بس قبل كده كانت المحكمة بحكمت بعدم الاختصاص بعدم الاختصاص فبالتالي الوضع هو قائم على ما هو عليه لا يوجد وضع قائم حقيق قانوني نعم الوضع قائم على الحظر على الحل اه بالضبط يعني ليس لهم وجود قانون نعم هم يقولوا يا انا يعني حاولوا يرقوا استيغا بس ما نفعتش في الفين واثناشر وزارة الشؤون الاجتماعية او الدكتورة وقتنا نجوة خليل يعني الحكم اني عايزة ترضي الناس اللي في الحكم فعملوا الجامعية جامعية الإخوان المسلمين نعم اشهروا في يوم صحيح وبسرعة الشديدة جدا فصارت هناك جمعية للإخوان المسلمين بنفس الاسم وحزب الحرور العدالة الزراع السياسي وجامحة الإخوان المسلمين اللي هي الهيكل الرئيس اللي محدش عارف اصله فين ويمدأ فين وينتهي فين وفلوسه ايه نعم في قضية مرفوعة على حل جمعية الإخوان المسلمين اللي هي مفروض وزارة التضامن بتول احنا منتظرها ما تكتمل دي الجامعية التي انشأت في ديسمبر اللي فات اللي بقرأس مجدي ابن اخو مهدي عاكف نعم واللي فيه مجموعة من الأعضاء محدش عارفه منه برضه اللي مقرها في مكتب الأرشاد هذا المقر اللي تم باستخدام السلاح من داخله لقتل المتظاهرين او مهاجمين او بلتجاوة السفين الزاطنين قتلوا بأسلحة اطلقت من هذا المكان تبقى للقانون الجامعيات البسيط لا ينبغي لأي جامعية دعوية تابعة للشؤون الاجتماعية ان هي تبقى عسكرية او شبه عسكرية ويبقى فيها اسلاحة نعم فالمحكمة اللي عرض على محكمة القاهرة للأمور المستعجلة اللي صدر ايه من اثنين حكم مفاجئ وغريب الشأن هو حكم يعني أرجى وحذر كل شيء الجامعية والجامعة والأفراد والهيئات التابعة واللاحقة واي حد تابع لأخوى المسلمين لا لا حزب الحرية والعدالة ليه اجراءات اخرى خاصة بيه محكمة الاحزاب وقانون الاحزاب ومصار حاجة مختلفة لكن الحكم دي صادر صادر ضد الجامعية والجامعة وكل ما يانك الاخوان المستمين بصدر لكن فيه مسار سياء تاني مسار قانوني هناك دعاوة مرفوعة ضد حل جامعية الاخوان اللي مفترض تنصدر في نوفمبر المقبل وضد جامعة الاخوان الهرامية اللي احنا بنحكى عليه نعم طيب هنا كان القرار بالحذر حذر عملها طيب لكن ده معناه ان هي موجودة مثلا يعني فكرة حلها من حذرها ايه الفرق لا الحذر اشمل قرار حل الحذر ان انت بترغي من الوجود وتاخذ الاصول والأفرق والجهات كله يقول لا يعني الحكم تضمن حتى جزء ان بيعمر الحكومة او بيلزم الحكومة انها تكون لجمة ان هي جماعة محزورة يعني ماذا يفيد من الناحية القانونية لا حذر جماعة محزورة وقيلة ايضا في يعني تفاصيل هذا الحكم التمهيدي انه كمان فيه نوع من انواع التحفز يعني كمان مش المصادرة للاموال وبعدين حتى يعني في متن كلام حذرك الان اشرت لانه يعني هزي الجماعة ما احنش هني هي في نهاية كلام هلامي ما نقدرش نمسكه يعني في جمعية قانونية من هذا الحكم القانوني حتى بعد تأكيره اا في المرحلة التالية اا يعني قابل النفاذ والتنفيذ انا برو حضرتك فيه كيانين علينا ان احنا نفرق بينه نعم في جماعة قانونية موجودة دلوقتي اسمها جماعة جمعية جماعة الاخوان المسلمين اللي اشرت في 2012 هزي الجماعة تبقى للقانون ما زالت مربوضة على ارض الوقت نعم اللي مرفوعة لها قانونية في القضاءة اللي داري حلها اللي هي وزارة التضامن بعتت اكثر من مرة حبة تستوفي الشكل القانوني لحل وبعتت للجماعة اللي معضاءها قالتهم تعالوا ردوا على الشكاود مرفوع ضدكم عشان يمشوا في الاجراء السليم القانون دي جمعية قانونية اللي اشرت في 2013 ومنظور امرها ايضا مام القضاء في جزء الهلام اللي انا بتكلم على الجماعة الاخوان المسلمين اللي هي المرشد بتاعها محمد نهدي اعاكف اللي هي مكتب ارشاد ولي هي اعضاء في كل مكان هذه الجماعة الاول لها اساس قانون لها اساس واقعي سياسي لكن متعرفش الجمعية دي بتدار ازاي ميزانيتها ازاي اعضاها ازاي حضرة وسط الجماعة نفسها جماعة الاسوان الجماعة السياسية جير الجماعة الجماعية على الوراء فيه جماعية اسمها جماعية الاخوان المسلمين نعم انت الامرها لسه منظور امام القضاء نعم وافترض اللي يحقب اللي يحقب عليها القضاء بلالي مهنا سؤال ايمن يعني ايه الجديد اللي اضافه الحكم لان بالفعل زي ما حضرتك تفضلت الجماعة اصلا كانت محظورة يعني من ساعة اربعة وخمسين صحيح من ساعة اربعة وخمسين يا حاضر انا انت بسأل السؤال بطريقة تانية يا استاذ عبد هل هذا الحكم القضائي يعني تجريم كل هذه الانشطة المذكورة ويتم المراحقة بحكم القانون وليس بمرجعية سياسية كما كان في الاحوال السابقة تبقى للحكم اللي صدر يوم الاثنين اللي فات يعني تجريم نشاط الجامعية والجماعة والافراد المنتمين الى جماعة الاخوان المسلمين وكل ما له سرق جماعة الاخوان دا كان حاصل فعليا لكن ما ننساش الفين وخمسة لا يا فهدم ما كانش حاصل في اللحظة التي صدر فيها الحكم هناك واقع ان في جماعة بتمارس عمالها حتى لو لم يقل لها اساس قانوني لجماعة الاخوان وجمعية لها وجود قانوني الى جماعة الاخوان طيب انا عايزة ابعدت قديما عن جماعية الاخوان واتكلم عن جماعة الاخوان المسلمين اللي احنا عارفنا كلنا ليش الشئ المستحدث اللي بقى له كذا شهر طيب دلوقتي ما هو الجديد يعني اذا كانت هذه الجماعية كانت محظورة فعلا اوازي الجماعة كانت محظورة فعلا وعلى رغم من ذلك كانت بتدخل انتخابات صحيح انها ما كانتش تحت حزب معين او يعني باسمها كجماعة اخوان ولكن كانت بتدخل من خلال مستقلين وكانت بتقدر انها تمارس العمل السياسي في اشد صوره وهو الممارسة البرلمانية حتى نقدر نقول الاستاذ عماد حتى ولا على سبيل الرأي يعني مش بالضرورة نتبناه كما لو انه كان في يعني صفقات ما بين هذه الجماعة والنظام الاسبق في عهد الرئيس الاسبق حسني مبارك فكان بيتم غض الطرف والبصر حول مسألة انها معزورة بالدليل انه في الفين وخمسة حصدوا تمانية وتمانين مقر الصفقات كلمة ليست عيف السياسة والناس برضو مش عارفة انه دا تم في كل العهود يعني انا انا اتذكر حضرتك اتذكر استاذة المشاهدين في يناير اه تلاتة وخمسين مجلس قيادة الثورة ثورة يونيوم قرر حل الاحزاب المصرية وحل الاحزاب كلها والجمعيات والهيئات لم يبقي الا على جامعة الاخوان المسلمين تقديرا واكراما لدوره جامعة الاخوان المسلمين وفد شهير جيه قبل جمال عبد الناصر قال له اه طيب احنا احنا عايزين وضع افضل عشان نقدر يعني انتهى يعني قال له ما انا ديته خليت الجامعية موجودة قال له بقى احنا عايزين من ضمن مقيلة وقتها كل قرارات مجلس قيادة الثورة تعرض على مكتب الارشاد لكي يعني نخور رأيانا ومدى تتبقها مع الشريع على السماء قال لهم لا شكرا لما قلت احنا لان نخضع قرارات ملك الكنيسة ولا المزج اللي احنا يعني دولة مدامية ومش ينفع لها وبدأ يحدث الخلاف بين بداياتها بخلاف بين عبد الناصر والاخوان المسلمين وطلب منهم وقتها ان هما يعينوا يعني يسموا اثنين اه وزارة يبقوا في وزارة الثورة وبدأوا برضو بنفس الطريقة اللي بتتم النهاردة اللي هما عايزين بشرطهم هما نعم وكان الخلاف الشهير اللي على اسهر استقال اه الشيخ البقوري من الجامعة وعلى عز كامل وانضموا الى ثورة 23 يوليو وبدأ الصدام يحدث وتم اه وقع حادث المنشية الشهير في اكتوبر اه اربعة وخمسين في اسكندالية حادث المنشية في اسكندالية بحول تغتير جمال عبد الناصر وبعدها تم صدور قرار حل نعم نقطة الصدام دي يا استاذ عماد يعني انا اتوقف لانه في نقاط صدام سابقة وراحقة على هذه النقطة انا استكمل مع حضرتك بعد ان اه يعني نخرج لفاصل نتعرف فيه على جزء من تاريخ الجماعة التي استردت قضائيا مؤخرا لقب الجماعة المحزورة موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 وعلى رغم من ذلك ظل العمل السري وظلت المشكلات وبالعكس اللي ظهر كمان السخط الجماهيري عليهم فمن هنا اهمية المراجعة لان اكيد في حاجة غلط ده مش في حاجة غلط في حاجات غلط يعني الجماعة مرت بهذه التجربة التاريخية طويلة خمسة وتمانين سنة دون ان تضبط لمرة واحدة تجري مراجعة من اينها لا في الاراء ولا في الوسائل حصل تاريخيا مرتين يعني في مسألتين مسألة التعددية السياسية في خمسة وتسعين لما طلعوا بوثيقة لان الواقع السياسي كان محتاج بتحريك فقدموا هذا الاجتهاد وخربوا عن اجتهاد حسن البنة اللي كان ضد التعددية السياسية وفكرة ان المرأة من حقها ان تشارك في الامراء السياسية سواء منتخبة او مرشحة المسألتين دول بس هما اللي جارت فيهم مراجعة فيما عدا ذلك لم تتورت الجماعة ابدا في اجراء مراجعة انا احنا اردت المستقبل الخاص برد فعلهم يا استاذ احمد واسمح لي ارجع لضفنة الاستاذ عماد لما كان بيتحدث عن لحظات صدام لحظات تحدثت عن لحظة صدام المتعلقة بعام 54 مع الزعيم الراحل جمال عبد الناصر يعني احنا لا نعلق على احكام القضاء ولكن في اطار هذا الحكم شايفو ممكن يكون ما توفرش فيه فرصة لجماعة الاخوان المسلمين حتى تدافع عن نفسها لا انا باتكلم على الحكم القضاء الصادر عن معكمة الامور المستعجلة المستقبل لحزب الحرية والعجلة هل هيكون مرتبط بهذا الحكم واخيرا هل بهتطافت مع مقابل